زي ما تكلمنا التعليم هو أهم حاجة في الوجود من غير التعليم هينتشر الجهل في العالم كله وفعلا العالم هينهار وولادنا هيكون مستقبلهم مظلم السنة اللي فاتت أثرت بشكل كبير جدا على كل أطفال العالم أكتر من نص مليار طالب في المدرسة اتأثر بكرونا في العالم كله طيب إيه تأثير الفترة دي على الطالب؟ وهل إحنا الإجراءات اللي بناخدها دلوقتي سليمة جدا؟ عشان كده النهاردة في أسئلة كتير بتدور في أقول أولياء الأمور ولازم يتم الإجابة عليها بينضملنا أستاذ أيمن صقر رئيس قسم التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منورني مرسي جدا شكرا طبعا يا أفندم النهاردة إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا موضوع التعليم في مصر التعليم في مصر بيواجه مشاكل طول الوقت والأولياء الأمور والأهالي طول الوقت عندهم مشاكل وما عندهم خوف مش مشاكل عندهم خوف وخاصة دلوقتي فترة الكورونا والسنة الدراسية اللي اتأثر بها جدا الأطفال يا ترى الإجراءات اللي بنتم اتخذها السنة دي إجراءات سليمة جدا أن الولاد فعلا لازم يتعلموا أكيد طبعا يعني أنا هبدأ بتصريح لدكتور ترشوئي وزير التعليم أمس قال لا نية لتأجيل أو لغاء الدراسة قرار واضح وصريح يعني التعليم مهم جدا من الصغر زي ما كنا عارفين ويعني لما حضرت الكلمة على ست شهور سبع شهور الطالب آه فيه أبحاث وكان من سنوات من تلتة ربع ابتداء لغاية إعدادية وكان فيه امتحنا السنوات عامة لكن تواجد الطالب في المدارسة ضروري جدا يعني وخاصة لسببين أول حاجة نظام التعليم الجديد توبونزور اللي هو تبعاته الوزارة بقى لها سنتين وده العام الثالث وزائد التعليم في الأطفال مهم جدا وجودهم في المدارس وخاصة من كي جي لتلتة الداء وده اللي كان مركز عليه دكتور طارق والوزارة عموما يعني ان الطالبة لازم تروح المدرسة نتم الدراسة واجها الواجه مع المدرس لأن نظام التعليم الجديد نوع من الطريقة التفاعلية بين المدرس والطالق ما ينفعش تعلم وليس تعليم بمعنى الطالب يكون موجود هناك فيه أدوات بتقدمها المدرس للطالب الطالب يتفاعل معها يتم التعليم عن طريق الرسومات الأنشطة الرياضة خاصة في المرحلة الابتدائية وخاصة لغاية التالتة ابتدائية يعني أكبر أكثر طبعا مهم جدا الطريق ده فطبعا فكرة انك تأجلي أو تلغي آه كورونا موجودة دي فعلا لكن التعيش معها أصبح ضروري يعني العالم كله مش عيش مجرد تعليم كله على مستوى العالم هيبقى فيه تعليم وفيه مدارس لكن مع احتياطات الوزارة أخذت احتياطات كاملة وقوية جدا من بداية مع وزارة الصحة مع كل أجهزة الدولة يعني للحفاظ على صحة الطلاب سواء من بداية من دخول المدرسة وأعلنت خطة الخطة اللي هي الصحية مع وزارة الصحة اللي بتتولها الوزارة بداية من دخول المدرسة من أول دخول الطالب حتى خروج وصول بيت حتى بتتبعوا لو فيه أي حالة سواء مثلا سوخونية الفلونزة بتتبعوا عن طريق الوزارة وعن طريق المدرسة وعن طريق البيت ففيه تعاون شامل وفيه تأكيد على أهمية الدراسة وهمتها الحفاظ على صحة الطلاب جميل طب حضرتك يا فندم كان معنا قبل حضرتك في الفكرة اللي قبل حضرتك على طول وليه تأمر عندها مشكلة إن بنتها عندها صعوبات تعلم وطبعا حضرتك عارف إن أولياء الأمور اللي أولادهم بيبقوا منزوي الإحتجاجات الخاصة وعندهم صعوبات تعلم بيبقى عندهم مشاكل جدا في فكرة الدمج مش كل المدرس بتقبل الدمج للأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم وعلى الأطفال اللي هما ما فهمش مشكلة وما عندهمش مشكلة فرغم أن رئيس عبدالفتاح السيسي في آخر مؤتمر قال إن الأولاد دول يهم حق بنسبة 10% إن هما يكونوا موجودين داخل المدارس ده هيتطبق إمتى وهنشوفه إمتى على أرض الوقت لا هو مطبق فعلا يعني هناك دمج في المدارس هناك أعتقد يعني عدت حوالي فوق 100 ألف طالب تم دمجهم بوسط الطلبة وهناك مجموعة مدارس كبيرة ولسا على مستوى محافظات مصر وهناك خطة عاملها الوزارة لوصول مرحلة الدمج على مستوى مدارس مصر كلها لكن حضرتك زي ما أنتعرف الدمج متطلب امكانيات خاصة سواء من ناحية المدارسين من ناحية الفصول التعامل وعلى ستاعد تعود الطفل السليم مع الطفل اللي يحتاج دمج لكن الدراسات العالمية أو الدراسات اللي تم إجراءها كلها أثبت أن الطفل اللي هو من زي احتاجاتها الخاصة ضرورة أن يكون مع الطفل السليم يعني يكون هناك تقالف بينهم وتعاون بينهم وأنهم يعرفوا يعني اختلاف وأنهم يعرفوا اختلاف ده حيفيدهم كتير لكن وزارة فعلا في خطة ووزارة يشغال عليها من أكتر من سنة طب دلوقتي يا فاند بالأمهات اللي بتشتكي بالفعل يعني الأم اللي كانت معنا وبتقول أنا بنتي مش لها مكان والمدرسة اللي تم تسجيلها فيها بتقول لها التعليم هيبقى عن طريق أونلاين ده يتم ما هو التعليم أونلاين يعني نكون متفقين من ناحية التعليم أونلاين فكرة التعليم أونلاين من ربع ابتدائي لكن قبل ربع ابتدائي التعليم أونلاين أو كنوات تعليمية هتبقى موجودة لكن صعب للطالب أو الطفل في السن ده أنك تجبرين أنه هو يعد قدام التلفزيون اتفرج على الدرس ده افهم اللي بيقوله طبقه مستحيل موجوده في المدرسة أهم كنوات تعليمية بعد الثالثة بتدائي من الأول صفة رابعة بتدائي هي دي المشكلة الأساسية لكن الأونلاين هناك في مدارس يعني يعني أحب أقولك في مدارس متخوفة لسه برضو وفي طلبة أولئة أمور المتخوفين يبعثوا أولادهم المدارس عشان كورونا بل عايز أقولك أن في أعداد كبيرة من الطلبة أو أولئة الأمور دلوقتي شوف يعني بعد كام سنة بيشكروا في الإجراءات ومنتخذها الوزارة في المدارس الحكومية ومدارس رسمية اللغات أكتر المدارس اللغات أكتر المدارس الخاصة لأن الوزارة متبقة بكل يعني طبعا كل تعليم كله مطبقا عشان حفاظها على الأطفال لكن أنا بتكلم بحضرتك بالحالة اللي معنا النهاردة في البرنامج دي بتعمل إيه؟ دي هي بنتها بيقول لها المدارس موجودة والأطفال بيروحوا يعني في إدارة هناك في الإدارة خاصة بزوعة حالة خاصة مسكهة دكتور أهل عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية ودكتور أهلها من الإدارين في الوزارة عن مستوى عالي جدا جدا ممكن التواصل معها هي بستقبل كل الحالات تتواصل معها سواء في عن طريق الوزارة أو تليفونيا هتحللها مشكلة في وقتها يعني لو فيه أي مشكلة أو فيه أي حاجة صعوبات هتقابلها هتوجهها للمكان اللي تروحه والمدرسة سأقول مدرسة لو مدرسة ذات ما فيهاش دمج لأنها ممكن تروح مدرسة ما فيهاش دمج أو المدرسة بتطبق النسبة لكن ما عندهاش المدرسين أو الإمكانيات قالوا كده فعلا قالوا ما فيهش إمكانيات فهو الإدارة المركزية الزوعة تكتصى في الوزارة بتقوم بتحويل الحالة المدرسة تانية قريبا من السكن على أساس تساعدها في عملية الدراسة فتتواصل يعني إيه ودكتور هالة بصراحة من الأساس يعني المحترمين اللي بتقدم خدمتها لأي شخص بصراحة وقصة في موضوع الدمج دوات هلو جدا ورقم الترفون متوفر عوزين أي خدمة ممكن يتوفره ياريت حضرتك لو فيه رقم الأهالي يقدروا يتواصلوا بيه بسهولة هو فيه الخط ساخن الخط ساخن أنا معديش دلوقتي بس فيه يعني ممكن بطلق الوزارة يعني الوزارة فيها خدمات كتيرة الوزارة يعني إيه مش طاردة للناس يعني الوزارة عندها يعني مثلا مركز خدمة المواطنين على الأعلى مستوى مرتبط التباط وصيق بمجلس الوزارة أي مشكلة أو أي حاجة بتم تقدمها لخدمة المواطنين بيتم حلها في خلال من تمرين ساعة لتنسى بان ساعة كل الحالات وياخد رد نهائي ولازم يكون رد موجود لأن ده أرقام بيتم تسجيلها ورسالها للمجلس الوزارة فالوزارة بتقدم كل خدماتها فأي مشكلة هيوقع فيها أولا الأمر حلو جدا حضرتك ممكن نيجي في يوم نلاقي تم انتهاء العصر المدرسي إن احنا نروح للمدرس يبقى كل فعلا عن طريق التعليم الإلكتروني واحد يتمنى يعني إيه التجربة التجربة أثبتت يعني إيه في بداية التجربة خاصة المرحلة السنوية أول سنة لما نزل التابلت وتوزيعه كان فيه هجوم شديدة على الوزارة وعلى الوزير يعني إيه تابلت ويعني إيه منهج الإلكتروني يعني إيه بنك معرفة هو أي حاجة جديدة أي حاجة جديدة لكن مع كورونا الطلاب اللي استفادوا تماما من كورونا هم طلاب الأول سنة وتنة سنة يعني امتحنوا أول حاجة امتحنوا على التابلت امتحنوا داخل المنازل وكل واحد بساعتها يعني بيقول له يعني غاش ما غاش دي كل حاجة بترجع للطالب نفسها لكن الامتحن موجود النظام الأسئلة موجود امتحن في البيت يعني عام أدى يعني أخذ العام الدراسة كامل من أول سواء دراسة داخل المدرسة وامتحنات لحظة المشكلة امتحن في البيت وقد امتحنات وخذ النتيجة ومتيجة طلت على طول وعرفنا قيمة التابلت وعرفنا قيمة التكنولوجيا هو ثانية حاجة فيه تعطوله مناهج المناهج الجديدة اللي شغال على الوزارة دلوقتي اللي هتخلص خلال ثلاث سنوات بناء برضو على التوجهات انتهي أنت معاصر الكتاب المدرسي حينتهي عاصر الكتاب المدرسي حينتهي حينتهي طبعا حينتهي يعني أنت بتكلم في ثلاث سنين من دلوقتي احتمل يعني إيه ما فيش كتاب مدرسي وخاصة اللي بيكلف الدولة مليارات طبعات كتب لكن لما تشتغل على التابلت هيبقى أفضل كتير وانت عندك مصادر معرفة كتير يعني الوزارة موفرة مصادر معرفة مش محتاج كتاب مدرس في حاجة يعني إذن كان انتحان بيقولك أوبنبوك يعني انتحان كتاب مفتوح في انتحان السنوات العامة فانت مش محتاج كتاب مدرس انت محتاج أنك تفهم ايه هو حضرتك من وجهة نظر حضرتك تفتكر الأهالي في مصر هدت كلمة أوبنبوك احنا بنطبق طبعا نظام برا مصر هم بيعملوا كده من وقت كبير ولكن ده هناك فيه تصالح مع النظام ده في مصر لما بنقول أوبنبوك بنقول تابلت الناس بتبتزي أولا لإما تهرج لإما تخاف يعني ما بيبقاش عندهم أي حاجة يعملوها تين يعني انت في مصر انت لو لما تيجي تكلم عن نظام تعليم أي أولئة أمر همه أن ابنه يتعلم أحسن تعليم مظبوط صح؟ الناس اللي هي قادرة على دفع مصري بيروحوا مدارس الدولية اللي هو الأي جي الأمريكان مبالغ مش طبعية مصر مش أقولك الوزارة مصر قدمت النظام ده لكل الطلبة اللي غير قادرين أو اللي هو مجانية التعليم مجانا اللي هو يمتحن تابلت نظام أحسن من الأمريكان والأي جي نظام معترف بها عالميا بيقدم له كل حاجة طب انت ليه بتسعى انك تروح مدارس تاخد مدارس دولية هايقوم لحضرتك عشان العدد عشان الكسافة عشان ولادنا هيبقوا في وسط 50-60 طول ماش اوكي السنة دي الكسافات في المدارس الخاصة وليس في مدارس الكسافات في المدارس يعني دلوقتي بتخش اي مدارسة خاصة امكانياتها ما تساعدهاش ان هي تقسم الفصل لانهم عندهم فصول محددة ما عندهاش المساحة اللي تعمل الفصل مثلا 15 طول ومش مطبقين نفس الاستراتيجية بل المدارس الحكومية والتجربية الرسمية والمميزة فيها تقليل كسافات وفيها نظام تعليمي مش تعليمي او تحقيق الاجراءات كلها اكتر المدارس الخاصة يعني كل الاهالي دولات بتشكوا من الاجراءات مش كل المدارس الخاصة طبعا لكن في مدارس امكانياتها انها كانت تشتغل قبل كورونا مش بعد كورونا فهو ده اللي يقول لك ياريتنا كنا ودينا تجريبه حدك دي وقت كمية طلبات النقل على مدارس التجربية كبير جدا كبير جدا لانه شايفين ان في فيها حاجة حلوة ان فيها حاجة كويسة وان مدارس التجربية فعلا والنظام المطبق انا ولادي هيتعلمه هحافظ عليهم نظام تعليم ونظام صحي كويس طب ليه ما روحش لأسف يعني ايه عرفوا كان ده متأخر بس خلاص يعني المدرسة بدأت صعب يعني عسل الجاية حضرتك شايف ان العام الدراسة ده محتاجي محتاجي عشان نقول احنا فعلا خراجة السنة دي هنخرج ان شاء الله السنة دي بنتاج كويسة محتاجين ايه في العام الدراسي بسيطة اول حاجة اول حاجة محتاجة في التعليم والتعليم بزيطة الشائعات بمعنى اي يعني ايه ما نصدقش اي معلومة ما نصدق الحاجة يعني والأسف يعني اللي بيصدق والناس مصقفة يعني ايه والناس متعلمة والناس فهمة يعني يعني مثلا وانا جاي النهاردة مثلا وانا جاي هنا على الستوديو جاء الاتصال طب هو انا ده بيقوله ان من ربع ابتداء التاني عداء التالت عداء التاني عداء دي مفيش امتحانات عرفت منين على الفيسبوك طب اش معنى يعني ايه اه ليه مصدرك الفيسبوك مصدر مصدر السوشال ميديا الوزير اكتر من مرة قال لبان صحفي من وزارة او مؤتمر صحفي او صفحته الشخصية واعلن عنها او صفحة الوزارة الشخصية اعلن عنها اكثر من المرة غير كده مفروض ما تخش اي حاجة الناس برضو مصممة تسمع وكل واحد بيعيد والمعلومة بتتداول وتيجي تسأل فهي يعني حتى بيجي اسألنا يا جماعة مفيش الكلام ده هم مش يعني الناس مش مصدقة لازم يطلع حاجة رسمي وحاجة معلومة لأ يعني حضرتك من وجه تنطرق شايف ان احنا محتاجين نبعد عن الشائعات تمام ومش من مصدر موسوك اللي حضرتك قلت اه دي اول حاجة اللي شاء هو كلام ده وده حاجة يقتنعوا بنظام التعليم اللي موجود دلوقت او نظام الجديد اللي موجود او على اقل يزبروا لحد ما يتم اثبت نجاحه او فشل ان شاء الله يعني ايه مفيش فشل يعني هو عندنا ان شاء الله السنة الجاية يعني ايه هيبقى اول تجربة دولية في ربع ابتدائي ان هو حيتم اختيار مجموعة من الطلاب على مستوى مدارس مصر بامتحانات محلية قبل طبعا ما يروحوا دولي عشان رفع تصديف مصر دوليا بين الدول فانمتحان ده هيتم اختاره يعني هيبقى فيه اكتر من طريقة وقالية لتنفيذه خلال السنة الجاية ان شاء الله فعلا هيزبت ان نظام التعليم الجديد نظام ممتاز فعلا وان النظام ده افضل من الامريكا والاجهي اللي هم الناس بتسعى عليه وبتحارب عشان تروح وتدفع الافات مؤلف عشان تروحه وان مصر قدمت نظام تعليم جديد مجانا لكل لتلاتة وعشرين مليون طالب في مصر في كل المراحل المهم الاستفادة من هذا النظام المهم الهدف فيه وليس امتحان يعني انت مكون لو امتحان سنوية عامة لو امتحان سنوية عامة يعني هلاقي فانت من الرعب بتاع السنوية العامة انت اعمل بيوت انت لو اقعدت لو عملت تقرير صغير كده انزلت على المدارس طلاب قوله سنة وتنة سنة وتلتة سنة ودلوقت سيبك مقوله سنة ولسه الدفعة جديدة تانية سنة وتلتة سنة ما تيجي تكلم معهم مبسوطين جدا بنظام التابلت فعلا يقولك عارفين بيعملوا ايه وبيشتغلوا ازاي ومتابلوا ازاي لان اصلا هم بقى حياتهم حياتهم كده ايوة اولا لهم رفضين يعني هوا مشكلة يقولك ايه طب المجموع طب امتحان يعني هو الوزير قال نقاط على الامتحان في سنة وعامة يعني قالها مجرد كلام اللي احنا لسه في بداية الدراسة طب المتحان هيبقى شكله ايه احنا لسه قدامنا تسع شهور عشان نقول المتحان شكله ايه فالاهالي هم الوزير الاهالي عندهم مشكلة لسه مش قادرين يتصلحوا مع الافكار الجديدة لا مش قادرين هو كل هدفهم عايزين يمتحن يجي مجموعة كبير ينتحق بكلية قمة لكن المخرجات بتاعته هيدي المشكلة بتقابلها يعني مخرجاته ايه من السنوات العامة دي بيقابلها التعليم العالي انه بيعمل تدريب او اعادة اعادة جديدة للطالب عشان يقرأ في خرجه بمستوى تعليم متقدم بشكرك شكرا جزيلا استاذي نورتني بجد استاذ ايمان سقر واتشرفت بحضرتك واستفدنا جدا من معلوماتك ورجاء اخير انا كرجاء شخصي وكمان عشان الام اللي كانت معانا قبل حضرتك احنا عايزين نشوف بعنينا الدمج للاولاد اللي زوي القدرات الخاصة ونوفلهم امكانيات يكون في شادو تيتشر عشان ما نلاقيش مدرسة بتقول ما عندناش امكانيات لان دي يا فانتم تبقى اسهل وسيلة للرفض يعني بيقولوا ما فيش امكانيات عشان يمشي ان شاء الله بإذن الله والجاي جاي بي ربنا وفق الوزارة في هذا الموضوع بإذن الله أنا بشكرك شكرا جزيلا يا رب نكون أفدناكم يا رب بإذن الله أي مشكلة بتواجه كل أولياء الأمور بالنسبة للتعليم بس عايزين نتقنى عايزين نصبر عايزين ما نسمعش زي ما أستاذ أي منصق النهاردة قال لنا يا ريت ما نسمعش للشقعات ولما ندلنا معلومة نتأكد فعلا من مصدرها عشان قبل ما نتدولها ونخلي الناس كلها تترعب وتخاف من حاجة أصلا نحن ما بنبقاش متأكدين من صحتها يا رب